النهاردة مدليات بالجملة دهب بالجملة انجازات عظيمة للاعبي مصر في مختلف الألعاب في دورة ألعاب البحر المتوسط حاجة تفرح حاجة تشرح القلب حاجة ترفع الراس حاجة تخليك فخور قوي علم بلدك بيترفع النشيد الوطني بيعزف حاجات كده بتفرح القلب بتفرحك حاجات كده تخليك فخور وسعيد ومبتهج وكل حاجة حلوة الناس دي عظيمة نقولت هبدأ بيهم حلقة النهاردة عشانا بحب الدهب انا بحب المدليات انا بحب الانجازات انا بحب الابطال دول بالنسبة لي احلى الف مرة من اي لعبة تانية من الكرة بقى واحداثها وكصاصها من مش عارف ايه اي الحوارات بتاعتنا دي كلها بتاعت الكرة اللي بنعيش فيها كل يوم لا دول اولى دول بقى الابطال دول اللي معلهمش اضواء دول اللي معهمش ملايين دول اللي مش الناس بتاعت تقول على السوشل ميديا ده ده اللي مش عارف بيعمل ايه بيباص ازاي وبيدي كبر ازاي وبيشوت شوته ازاي ويعودوا يخلهم ابطال من ورق دول الابطال الحقيين دول الابطال الحقيين مش الابطال اللي من ورق مش الابطال بتاعت والشير مش هما دول مش دول خالص بس دول الأبطال الحقيقيين دول الأبطال اللي بجد دول اللي بيفرحوا القلب ويخلونا فخورين النهاردة في ريال عشرف البطلة الأولمبية الكبيرة وهي بتاخد الدهب النهاردة بكت 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 امتى والنشيد الوطني بيعزف الله على الحس الوطني الله على الجمال الله على الروعة الله على الاجتهاد الله على الدهب الله على الدهب هنجودة المعجزة دي أصغر لاعبة في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط في تنس الطاولة تحصد مدلية زهبية المعجزة هنجودة المعجزة هي وباقي فريق منتخب مصر اللي تنس الطاولة بنات ايه الروعة دي ايه الجمال ده ايه العظمة دي ايه الروعة دي ايه المدليات دي على طول فرحانين على طول فرحانين انا فرحان بصراحة شخصيا ان احنا فعلا بقى عندنا ابطال كتير زمان كده بيبقى عندنا بطل ولا اتنين دلوقتي انت ما بقيتش عارف تعد من كترهم ده شغل وده تعب وده اجتهاد بعيد عن الأضواء وزي ما قلت لكم بعيد طبعا عن ملايين الكورة والحاجات دي بعيد بعيد خالص بس الناس دي بتحب بلدها بتحب شغلها وبتحب رياضتها فبيكتهدوا وبياخدوا مديليات يشرفون بيها ويرفعوا رأسنا في السماء